اهلا اعزائي المشاهدين انتم تشاهدون ليكن نور وحديثنا في هذه الحلقة نفسك في الميزان قيمة النفس البشرية ليه الانسان ذات قيمة غالية عظيمة جدا طبعا لما نتكلم عن الانسان ككيان كامل بحسب رسالة بولس الرسول الى اهل تسالونيك الاصحاح الخامس مكتوب اله السلام يقدسكم بيتكلم عن يقدس الجسد والنفس والروح وهذا مهم جدا احبائي ندرك ان الانسان فريد ومتميز جدا متميز جدا عن اي خلائق اخرى خلقها الله فايه اللي بيجعل الانسان متميز ايه اللي بيجعل الانسان فريد من نوعه ايه اللي بيجعل الانسان شخصية طبعا فريدي جدا اولا احبائي لان اصل النفس هي من الله اسمحوا لي ان اقرأ في رسالة او التكوين اول اصحاح في سفر التكوين الاية ستة وعشرين ورح اقرأ الاية سبعة وعشرين من سفر التكوين في الاصحاح الاول في ايه ستة وعشرين وقال الله نعم للانسان على صورتنا كشبهنا فيتصلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض فخلق الانسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض واخدعوها وتصلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدبوا على الارض وقال الله قد او اني قد اعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الارض وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما وطبعا في الاصحاح التاني والآية سبعة مكتوب وجبل الرب الاله آدم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا في الاصحاح التاسع عن قيمة واهمية النفس بعد الطوفان الله بيتكلم مع نوح طبعا في عهد نوح في آية ستة مكتوب سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورته عمل الإنسان يبارك لنا الرب كلمة على ما سمعنا في هذا الوقت